السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام سعيدة باللقاء كيف العادة فيديو جديد وفي وصفة جديدة مرحبا بكم في قناتكم مطبخ عاتقه كنتمنى يلقى هذا الفيديو في احسن الاحوال وصفة اليوم سنقطرح عليكم بإذن الله عبارة عن كيكا بالنكهة الحامض واحد الكيكا اللي فعلا كتشي خطيرة رائعة جدا راقية في المنظر ديالها مقادرها بسيطة ولكن كتشي زوينة زوينة بزاف فيفا وصفة الحامض اتمنى انكم تجربوها اتمنى انكم تجربوها اتمنى انكم تجربوها المقادر ان شاء الله سوف أعطيكم راها مضبوطة واكيد سوف تنجح معكم من اول جريبة فقط تجربوها وان شاء الله تخلي بلي التعليقاتي لكم بعد ما تجربوها على بركة الله نبدأوا في السيارات المقادر من بعد منام الطريقة اتمنى لكم فرجا وامتعا 3 مدرسة نحن النشي سوف المقادر مقدار 225 غرام كورو اصفة 4 غرظة كورو اصفة كورو اصفة 1 غرور 1 ص probabilينة نحضر الكأس الكهربائي نحضر الكأس الكهربائي نحضر الكأس الكهربائي يجب أن يجرب كل شيء نضيف رشاة الملح نصف نصف السكر نضيف مرش الزيت نضيف 4 كأس العصير الحامض قشور الحامضة نضيف نصف كأس الحليب نضيف ملحبا نضيف ملحبا نضيف نصف 16 غرام الخامير الكيموية و 125 غرام الدقيق كأس العنبجوش كأس عمرين و 4 كاس نضيف ملحبا نضيف نصف نضيف ملحبا نضيف ملحبا ونزيف ملحبا وهذا الملحب نضيف ملاحبا نضيف ملحبا أول التغريب نضيف ملحبا و أقام التغريب وнитетив ملحبا نضيف ملحبا يجب ان تحمر من الجوانب يجب ان تحمر من الجوانب يجب ان تحمر من الجوانب يحتاج نصف كأس السكر 4 كأس العصر الحمض كأس الحلي ومعلقة كبيرة كريم باتيسر يمكن ان تعودها بالناشا 3 كأس العصر 0.4 كأس مع القبيل 1 كأس العصر كاكتين كاكتين صدق نضيف كأس الحليب و نخلط المكونات بخلط المكونات بخلط المكونات و نضيف المكونات بخلط المكونات بخلط المكونات هذا هو الشكل الكيكا بعد مخرج من الفن يأخذ اللون رائع جدا سوف نقلبها في التوصيل و نرى كيف يأتي من الأسفل الآن سوف ينزين بخلط المكونات و بعد مقلب الكيك دي هل سبق شرط لكم هم يخلط لكم فوق المكونات ثم سوف نقلب الكيكا يخرج بعد تنزيلها لهذة ستستمر بقك سخونة سوف نقدر تحكم في الصلصة و و أن نرى بالتحكم و نقدر الصلحة أنه يكون عدد المكونات فلا تجد المكونات غانب ثم شرط لنزيل مكونات ثم سوف نقلب الكيكا كأس لتحكم في الزين وعملت فيها السلسة ممكنها بالمنعقة منظرها منظرها زوين وراقيات بصحة وضيفة تحمل رجوه ومضرها صراحة جيد جيد ومساة أخيرة نزين لوجه الكيكا بالقشور الحامض كيكا بالنسبة لي نكمل زين ونجدها في الشكل النهائي وصلنا للمشاهدة الكرام نهاية هذا الفيديو كانت الوصفة اليوم اقترحت عليكم كيكا كيكا بنيكا الحامض كيكا بسيطة في مكوناتها ولكن تجربها بصحة وراحة كيكا بمعنى الكلمة نقطع الكيكا كيكا من الداخل 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 في نهاية هذا الفيديو لا نساش نذكركم لأول مرة يزول القناة لا نساش اشترك القناة وكذلك يفعل جرس كيكا من الداخل كيكا من الداخل كيكا من الداخل ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة